عايز أقولك إن حياة كريمة بتحول الفقراء إلى مليك في مشروع على المستوى العالمي قدر يحقق هذا الأمر علشان أجيب بقاء أو لأ لازم أسأل إزاي هتحول الفقير لمالك أقولك بتحوله من خلال إحنا دلوقتي تتمنى حضرتك كنت بتكلم سيد محمد صلاح من أسوأ ومبروك لبنتنا في أسوأ كنت بتقوله أخباركو إيه في حياة كريمة قالك إحنا في الصرف الصحي بنعمل كذا وبنرصف كذا وبنعمل كذا كل كلام ده اسمه للمواطن البسيط البنية التحتية صح تمام؟ البنية التحتية دي أنا بعملها ليه؟ عشان بتعيش حياة كريمة ونضيفة طب وماذا بعد؟ حياة كريمة بتوفر للأسر المحتاجة مجموعة من المشروعات الصغيرة الممولة من الدولة تمام؟ والممولة من الدولة ممكن يكون عنات وممكن تكون بنظام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة كويس أول تمام؟ هذه المشروعات الصغيرة أنت هيقولك روح خد الفلوس وعمل مشروعك وبس؟ لا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة قائم على الأيدي لازم الأول يبقى في دراسة جدوى هي مش مهلية تمام؟ حال المواطن البسيط يعرف دراسة جدوى؟ تعال نساعدك تعال نساعدك تعال نمولك لو تعصرت أنا هوفر لك اللي يساعدك وياخدك إلى طريق الأمان طيب خلاص المشروع مش قدر يكمله وهقفل لا هنساعدك بمعونة أخر تمام؟ دون أدنى استفادة من الدولة غير أن هي بتساعدك تمام؟ هذا الأمر بالمصطلحات العلمية اسمه الريادة المجتمعية تمام؟ بحاول ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الربحية تمام؟ إلى أعمال تنموية خيرية كويس تمام؟ آدي مشاركة الرجل البسيط في الاستثمار في حياة كريمة فأنا هنا بخلي المواطن بتاعي أولا منتج وبعدين آمن لأنه عايش في مكان سليم وآمن سواء إذا كان آمن جوه مسكنه آمن في الشارع بتاعه عنده كل الخدمات مش بس الخدمات الأساسية لا كل الخدمات يعني حتى أنا فاكر كنا لما كنا في لساعدة حتى إنترنت فائق السرعة موجود تمام؟ حلو خالص فيه ناس تجي تروح سألاني تقول لي طيب ما هو برضو كده الدولة استفادت ما هو ما فيش حد يعمل الحاجة ويطلقها كده تمام؟ أنا هنا هقول فاهمي وحتك صححين البني آدم لما بيشتغل يصبح هو جزء من سلسلة إنتاج كبيرة وسلسلة استهلاك أيضا فطول ما أنا دخلي فلوس أنا بشتري حاجات أو بأنفق في حاجات فبتمول غير يفضل طول الوقت في هذه الحلقة فيفضل طول الوقت المجتمع قاعد عمال بينمو اقتصاديا أنا قلت لحضرتك الكلمة أن احنا بنستهدف 70% من الفقراء ليه؟ قلت لحضرتك الكلمة عشان أكثر فئة خاضعة للتطرف لغسل الأدماغة دي بالضبط أنا لما أكون عندي اكتفاء ذاتي في عملية هل ممكن أخضع لأي مغريات؟ لا خلاص حضرتك بتقول حياة كريمة بتشمل جميع النواحي هل تظن أن الدولة تترك هذا المجتمع من غير توعية؟ من غير ثقافة؟ من غير اهتمام بالتعليم؟ الصحة إحنا عندنا بنتنا حبيبتنا هاي؟ لما طلعت القولة عملنا إيه؟ على طول ملحة وهنوفر لك شغل بالضبط بالضبط ده حياة كريمة حدتك بتقولي بقى على المستوى العالمي هل يعني إحنا متجاوزين العالمية؟ أو متجاوزين العالمية؟ لأن لا يوجد مشروع تنموي على المستوى العالمي يهدى يستهدف الإنسان بأننا سبعين سنة بنتكلم عن حقوق الإنسان من ساعة 1948 وإعلان حقوق الإنسان عملنا إيه بالإعلان ده؟ عملنا حاجة بسيطة جدا تدخلات دولية تمام؟ تمام؟ واتهمات أن أنتم مؤثرين في كذا وكذا وكذا ولجان حقوق الإنسان مصر تسطر الآن إلى إعلان لحقوق الإنسان قائم على الأمن الإنساني الكلام كبير صح؟ طيب الأمن الإنساني اللي حضرتك قلت كله حياة كريمة صحة تعليم شغل ما فيش دولة بتوفر للمواطنين عندها شغل أو تقوله تعالى اشتغل وأنا هساعدك تعالى وأنا هوفر لك صحة تعالى وهوفر لك تعليم كثيرون الآن بيسمعونا؟ تمام؟ هيقولك كل الكلام ده إيه؟ أنتم بتطبلوا أجباً تريد تتكلموا على الإيه؟ أيوة بتطبلوا تمام؟ طيب بدل ما تقول بتطبلوا افتح وشوف هتساهم معنا بإيه؟ مش بس كده ما تنزل تبص؟ يعني يا عم إحنا وحشين انزل بص خب بعضك أنت وروح على العاصمة الإدارية وروح على العالمين وروح على المنصورة ولف في الصعيد وتمشى في الدلتة وروح بس وصور بالموبايل بتاعك يعني حاجة من اتنين يا هتقتنع يا إما هتبقى مصر على رأيك مصر على رأيك بالرغم أن يعنيك شايفة وعقلك مستوعب تبقى أنت مفتري بقى عملك إيه تاني أنا مش عايزة يصور أنا عايزة يبحث عن شغل في هذه المناطق يبحث عن مشروعه الصغير اشتركوا في القناة